السلام عليكم ازايكم اخباركم ايه? اتمنى تكونوا في افضل صحة واحسن حالة تعالوا مع بعض كده نبدأ فيديو النهاردة ونشوف كل تفاصيله ومجموعة من الوصفات السريعة والعملية والاقتصادية جدا كمان في نفس الوقت اي نعم فيه كمان وصفات ده سيما هتشوفوها معنا لكن ده ما يمنعش ان فيديو النهاردة لذيذ جدا وبيناسب كل الناس بجميع طبعا المزاقات المختلفة وكل واحد يقدر ياخد الوصفة اللي بيحبها وطبعا كالعادة كده قبل ونبدأ فيديو النهاردة بكل تفاصيله عاديين كده نصلي عن نبي وكلكم كمان تنزلوا دلوقتي في التعليقات تحت نصلي عن نبي كده ونشوف فيديو النهاردة كمان بيتكلم عن ايه طبعا زيما شفتم معنا كده اللسان اللي يمكن ناس كتير قوي بتحبه وبتعشقه بالنس كتيره التانية لا بس عمدا طبعا الاختلاف في المزاقات من الشخص للتاني ده مايفرقش كتير تعالوا نبص كمان دلوقتي على ورق الكرومب وازاي طبعا بيحشوم جواب اللحمة المفرومة بالطريقة الرول البسيطة جدا زي ما انتو شايفين طبعا في ناس كتيرة بتختلف طريقة بقى المحاشي كل واحد حسب ما تعود شوية الشربة وكمان طبعا بقى يعني عصير الطماطم زيما احنا متعودين والبهارات بتاعتك لكن ده ما يمنعش يا جماعة ان الوحشي كل واحد او كل بلد بتلفه بطريقة معينة عندنا في مصر كده ما كانش الصباح صغير ناس كتيرة جدا ما تحبش تجلو وطبعا في البلاد التركية والروسية بيعملوا بنفس الطريقة اللي انتو شفتوها معينا دي ندخل كمان دلوقتي على وصفة تانية اللحمة المفرومة بتاعتنا مع بطين وشوية كده يعني تشكيلة من الخضار البصل والفلفل وطبعا بقى الجزر المبسور اي نوع موجودة عندك وتقدري كمان تعملي معانا الكفتة اللي موجودة بالشكل ده افكار كتيرة جدا اعتخدوها معانا النهاردة وزي ما قلتلكو حالة الوصفات العادية والتقلدية هتيجي تبصي هتضيف لها افكار من عندك تغيري فيها شكل الوصفة تماما شوية طبعا التفاصيل دي صدقوني تفرق معانا كم واحدة فينا ممكن بيكون تزهق طبعا من انواع الخضار التقلدية انواع بقى اللحوم كمان التقلدية وزي ما انتو عارفين اكيد مش كل حياتنا بناكل فيها الدجاج او كمان بقى اللحوم يعني كل حاجة موجودة قدامك تشكيلة الخضار تشكيلة اللحوم حتى كمان الحلويات كل الانواع دي بتقدمها لك بطريقة سهلة وبسيطة جدا حتى كمان الرجلات بقى بالعجين المختلف اللي انت بتشوفيه سواء طبعا الفطاير اللي هم بيقدروا يعملوها ويحطوها كده على ماء اتبقى اللحوم والدجاج يعني على الشربة عن متى نتيجة بوسي دي بالنسبة لهم وجبة كده متكاملة فيها اللحوم سبق طبعا دجاج او لحوم عادية وفيها كمان بقى الفطاير دي وبيكون طبعا طرية ومستوية والطعم والمزق بتاعها هاي القوية طبعا كل البلاد العربية بتعملها يمكن كمان في بلاد المغرب وطبعا زي ما احنا عارفين في تركيا وروسيا وكل البلاد دي اللي ممكن عندنا في مصر بقى نسبة قليلة جدا اللي ممكن تعمل العجين بالشكل ده اللي طبعا بيكون معمولة على البخار ممكن محشي من جوة بالجبنة او باللحوم طبعا طريقة عادية جدا دعا نبص انا كمان برضو على وصفة تانية من الدجاج وقد ايه كمان هتكون مختلفة شوية الجبنة طبعا كده الفرخة بتاعتنا وبدأ نقطعها زي ما انتم شايفين ونخليها كويس جدا من العظم واخدنا قولي لحوم بتاعتها وبدأنا بالفعل كده نجيب هنا بقى البيض المسلوق مع الباصل مع الطماطم مع الخضرة بتاعتك مع كمان بقى البهارات طبعا فيه ناس ممكن تضيف ليها بقى حكاية البيض المسلوق دي وفيه ناس تانية ممكن ما تحبش المزاق ده ابيه لكن يا جماعة دي كلها افكار بناخدها فيها بالفعل اللي حاجات جديدة ومختلفة عن الواقع بتاعنا وكمان مزاقات تانية ممكن تكون جديدة وليه لا ممكن نجرب وصفة زي دي بتاع جبنا جدا ندخل دلوقتي كمان كده على شكل المعجنات العجين بتاعنا او الدقيق مع كمان شوية اللبن مع محزن الخبز مع كمان البطين زي ما انتوا شايفين ونبدأ نضيف يوم هنا كمان السكر وشوية من الزيت او الزبدة وننزل كمان بالضيق واحدة واحدة كده وتعالوا نشوف كمان طبعا العجينة بتاعاتنا اكيد بعد ما هتخمر دلوقتي هتكون شكلها عاملة زي ما شفتوا ما شاء الله كده اختمرت معينا وشكلها كمان واو جدا تعالوا كمان دلوقتي كده نشوف مجرد اكيد ما ندخلها الفرن وبتطلع معنا بالعيش الفين واللذيز ده جوفنا كمان برضو الاسماك يا جماعة بتطبيلة هيلة اوي جبنا السمك بتاعنا وبدأنا ان احنا نقطع ونضيف عليه الملح والتوابل بتاعاتنا وطبعا بتسيبه شوية في التطبيلة دي وكمان شوية من التوم وشوية من الشطة يبقى الطعم اللذيز اوي ونبدأ طبعا نحط دلوقتي الدقيق بتاعنا مع شوية من دقيق الدرة ونبدأ كمان اوي النشا يعني بتبدي كمان تحطي كده في المياه وده كمان ان انت تطلعيه واحدة واحدة كده وتحطيه في الزيت بتاعك بيطلع مقرمش ونذيز جدا وكمان في نفس الوقت بتقولك الخطوة اللي زي دي بيبتمنع اللي يا تشطاشة طبعا بتاعت الزيت اللي بتبهت للدنيا حواليه منك بل بالعكس الطعم والمزق بيكون هايل وفي نفس الوقت مقرمش جدا طبعا معظمنا او معظم كمان الاطفال اللي في سن صغير مبيحبوش الاسماك فأظلنا طبعا طريقة زي العادة معنا دي تبهرهم قوي نشوف هنا كمان الفطاير اللي باللحمة المفرومة شوية كمان هنا كده من الكاتشاو وعليهم طبعا شوية من الخيار المخلل وكمان طبعا الجبن المنزرلة والطماطم ونبدأ كمان نضيفها في الفطاير دي زي ما شوفنا ندخل كمان كده ونشوف هنا برضو الصوابع بتاعة البط اللي قدامنا ده طبعا جبت بقى البط او الدجاج بتاعك وطبعا بتاخد منه شوية من الشربة وتبدأ كمان تضيفهم على العجين بتاعك زي ما شوفنا ونبدأ كمان نسلق هنا البطاطس ونهرسها كويس جدا وننزل كمان بشوية كده من الشربة اللذيذة اللي قدامنا تعال نشوف طبعا دلوقتي بقى سواء البط او الفراخ عمتا ونبدأ ننزل كمان في نفس الوقت هناك طبعا بالصوابع بتاعة العجين اللي احنا عملناها تشكيلة لذيذة جدا اكيد طبعا هتمحرنا كلنا وهتكون قد ايه مختلفة ولذيذة قوي طبعا نكمل كده مع بعض ونشوف هنا شكل العجين اللي قدامنا وكل دي اكيد طبعا وصفات حلوة قوي طبعا بقى جماعة شوية من اللبن وعليهم كمان البيض ورشة من السكر والفانيليا والضيق بتاعنا ونبدأ كمان كده نحط لهم طبعا شوية من البيكنج بودر ونبدأ كمان نقلي الفطاير بتاعتنا دي يعني حاجة شبه البانك كيك او عماتا يعني اي فطاير صغيرة زي دي بتقدميها طبعا جنب سوس بقى اللوتس اي سوس موجودة عندك شغلة او غيره طبعا بيكون المزاق حلو جدا ويكفي كمان ان دي حاجة بسيطة انت عاملها في البد تعال نشوف كمان كده الحلويات اللي قدامنا دي قد ايه بتقول الطعم مبهر جدا طبعا يا جماعة كده يعني شوية من الكاكاوة على شوية كمان من اي نوع من كالسرات موجودة عندك وتقدري طبعا تعملي نفس الوصفة السريعة اللي احنا شفناها دي تعال نبص هنا كمان برضو كده على وصفة تانية الدقيق والبيض والبيكنج بودر ومحسن الخبز بتاعنا ونبدأ كمان كده نعمل معنا الوافل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي معانا ده وشوية كمان كده طبعا من الزبادي ونبدأ كمان ندربهم كويس جدا مع الجبنة الكريمي عمتا يعني يا جماعة كل واحد بقدر يعمل اي نوع حلويات حسب ما هو عبس جبنا طبعا دلوقتي كده الطفاح وحطنا الاول في المياه والسكر على النار وبدأ بالفعل كده يكون الشكل بتاعها بنفس الشكل والطريقة اللي انتوا شايفينها دي تعالوا كمان دلوقتي نجيب الجبنة طبعا بقى بانواع واشكال مختلفة كل نوع جبنة من ده اكيد طبعا بيكون ليه مزاق مختلف وعمتا كده بدأت كمان تجربهم معنا في المياه السخنة ونشوف كل جبنة من دي القوان بتاعها يكون هعمل ازاي طبعا يا جماعة الوصفات والاكلات والتفرزات والكلام ده كله بتعليف اكيد من بلد للتانية وكمان كل طريقة بدول اكيد بيكون مميزة جدا تعالوا مع بعض كده نشوف دلوقتي هنا طبعا الخضرة بتاعتنا وازاي نبدأ نضيفها هنا على صلصة الطماطم ونزبطها بالشكل اللي قدامك ده ونبدأ كمان نقلبها كده تقليبة تمام وطبعا تقدر يتعبي كل ده في برطمونات وتخديها كده زي يعني تغمس بيها جنب الفينو بتاعك او العيش بتاعك افكار كتيرة بنشوفها طبعا من النوعية دي وقد ايه المزاق بيكون لذيذ ومختلف جدا كل دي طبعا كده انواع كتيرة من الوصفات والمعجنات اللي بالفعل بتكون لذيذة وتفتح النفس جدا وتيجي ببص عليها مهما اختلفت المزاقات يا جماعة ده ما يمنعش ابدا انها دايما بنحاول نوصل لنتيجة تكون مرضية حتى طبعا بقى اصناف الحلويات زي ما قلتلكم قد ايه الشكل بتاعها لذيذ قوي ونيجي نبص كمان كده على البسكويت اللي قدامنا وطبعا تقدري تحشي من جواب اي نوع مربة موجودة عندك والمزاق اكيد هيكون لذيذ جدا كل الوصفات اللي احنا بنشوفها حاجة اقتصادية وبسيطة والطعم قد ما بيكون لذيذ قد كمان الوصفات دي بتكون سهلة ويه كمان ما بتاخدش معايك الوقت يكفي طبعا ان انت عامل حاجة بنفسك في البيت حاجة طعمها حلو حاجة مختلفة على المبسط كمان برضو كده على الموزنا طبعا يعني صنوية كده مختلفة بالموز يا طرح هتكون عبارة عن ايه الكاكاو ديق بتاعنا والسكر ويه كمان البيكنج بودر وشوية من اللبن كده على النار ونبدأ ننزب الخريط ده كل وشوية كمان من الزبدة على البسكوت بقى المجروش او اي نوع مكسرات موجودة عندك يعني تحسني فيه ارماشة كده في النص طبقة البسكوت وطبعا تحت الموز مع كمان بقى كده يعني كوكتيل الكاكاو اللي احنا عملناه تشكيلة لذيذة جدا ندخل كمان دلوقتي على طبعا المعجنات بتاعتنا اللي انت بتعمليها بتكون مستوية كمان على النار او على بخار نار بالشربة او بالمية طبعا بتاعت الشربة قد ايه يعني في كده الحالات الطعم والنظام بتاعها بيكون لذيذ ومفيش اي حد يقدر يختلف عليها نهائي ونكمل كده كمان مع بعض ونشوف طبعا دلوقتي الفطير دي وهي بتبدأ تفردها معنا كويس وبتقطعها طبعا من مقاسات مختلفة او مقاس يعني بيكون متوحد حسب طبعا لمن انت حابة تعمليه الحشوات بتاعتك وبالجبنة والبطاطس يعني مش شرط يا جماعة باللحوم ابدا الحشوات زي ما قلتلكه قبل كده بتختلف من شخص للتاني وتيجي تبصي النتيجة في كده الحالات بتكون لذيذة جدا تعالوا مع بعض كمان كده الوقتين نسلقها على النار ونشوف قد ايه الوصفة بتكون حلوة وكمان في نفس الوقت طبعا تقدميها مع اي صوص موجود عندك اتو مية او غيره ونشوف كمان كده وصفة بقى الدجاج دي اللذيذة قوي طبعا بقى الدبابيس مين فينا بيحبهاش نبدأ كمان نجيبها ونقطعها ونعمل لها فتحات زي ما شوفتم شوية من الملح وشوية من زيت الزتون وكمان التوابل بتاعتنا ومكعبات البطاطس والبصل والجزر وطبعا بقى تشكيلة الخضار اللي انتي بتحطيها دي حاجة اختيارية ونبدأ طبعا كده نعمل بقى الورق الفويل مع شوية طبعا كده كمان من المشروم تشكيلة الخضار اللي انتي تحبيها ونضيف لهم كمان برضو كده الملح والفلفل والبهراب بتاعتهم ونبدأ نقلبهم كتقليبة لذيذة مع الدجاج بالشكل ده ونبدأ طبعا كده نضيف ليهم قطعة من الزبدة في كل ورقة فويل من دي او طبعا جبنة متزرلة حسب ما انتي حابة لو انتي حابة تزودي في الطعم شوية طبعا ده دلوقتي شكلها بعد ما طلعت معينا وكانت مستوية اكيد واللزيزة قوي اتمنى اكيد من كل قلبي ان فيديو النهاردة يكون حجابكم ولو اعجبكم فيديو النهاردة بكل وصفاته لايكاتكم الحلوة معي واشتراكاتكم عشان ابهركم بكل جديد واشوفكم ان شاء الله على خير بكرة فيديو جديد ومع السلامة اشتركوا في القناة